في إحدى أماكن الحجر الصحي للمنامسين وكذلك الوافدين العراقيين نحن الآن في جولة ميدانية مع السيد وزير الصحة وكذلك صحة الرصافة للعوائل المنامسة وكذلك العوائل الوافدة من خارج البلاد هناك جولة ميدانية للسيد وزير الصحة للاطلاع على صحة وسلامة الوافدين والخدمات المقدمة لهم طبعا كما تشاهدون هذه الجولة الميدانية لسيد وزير الصحة للمنامسين في إحدى أماكن الحجر الصحي في جانب الرصافة من بغداد مع الوزير اليوم ربما جولة ميدانية لمعرفة أوضاع وكذلك الخدمات المقدمة للمنامسين لا سيما الوافدين من خارج البلاد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم نحن في حرب مع جائحة كورونا وتعلمون نحن تكلفنا بمهام وزارة الصحة وقيادة هذه الحرب أنا اليوم مع أخي دكتور عبدالغني مدير عام صحة الرصافة نحن كنا فريق عمل مشترك قبل أن أتولى مهام وزارة الصحة اطلعنا اليوم على حالة المرضى في مستشفى ابن الخطيب وابن الزهر وعلى الخدمات المقدمة للمرضى الراقدين اللي هم مصابين بفيروس كورونا وأيضا نطلع على طلباتهم وملاحظاتهم القيمة اللي يمكن نستفاد من عدها في تحسين نوع الخدمات المقدمة إلى الأشخاص اللي يتم حجرهم بالفنادق مع الوزير ربما هناك استجابة سريعة ننقبل حضرتكم وكذلك مدير صحة الرصافة والكادر المتقدم في دائرة الصحة وكذلك وزارة الصحة لبعض الشكاوى التي حصلت عن سوء الخدمة هل هذا الأمر واقعي في ظل زيارتكم الميدانيين؟ لا لا حقيقة نحن اليوم نطلع على الخدمات خدمات متميزة هاي الفنادق اللي موجودة بالعراق وبغداد نحن أحسن الفنادق أجرناها كما تعلمون نحن اليوم نقدم خدمة طبية ونحن نمر اليوم في حرب حرب بيئية حرب مع فيروس مخفي نحن اليوم وفرنا كل إمكانيات نظم الموسات الصحية نحتاج دعم الجهات المعنية وزارة السياحة الوزارات المعنية المسؤولة على الفنادق أن تساهم مع وزارة الصحة اليوم نحن نوفر للوافدين نوفر للملامسين نوفر للحالات المشتبه بها هاي حقا كلها حتى نحاول أن نوفر عدد كبير من الأسرة لا سمح الله قد تزداد أعداد الإصابات بفيروس كورونا فلذلك اليوم لنأمل أنهم كل الجهات المعنية أن تساهموا عن وزارة الصحة اليوم دوائر الصحة هي التي تحملت على عاتقها تأجير هذه الفنادق وتوفيرها نحن كل يوم اطلعنا على الاستفتاء من قبل الأخوة اللي هم أساسا يسكنون هذه الفنادق هناك إشادة بنوع الخدمات المقدمة وإن شاء الله هي أزمة وتعدي ونتمنى ونأمل من مواطننا الكريم أن يكون سند إلى وزارة الصحة نحن في هذه الفنادق يكون فئتي المهمة هي فئة الملامسين والوافدين هناك أكثر من 700 شخص في هذه الفنادق اللي تم استئجارها مقبل دارة صحة بغداد الرصافة من أجل توفير أفضل خدمات طبية وصحية باعتبار أنه الملامس والوافد يجب طبيا وعلمين أن يكون هناك حجر لمدة 14 يوم مع أخذ مسحات للأشخاص التي تظهر عليهم أعراض الإصابة الحمد لله الخدمات أشاد بها الجميع الموجودين في هذه الفنادق ومع الوزير الصحة كذلك أبدأ استعداد سيادته إلى دعم دارة صحة بغداد الرصافة من أجل إذا كان هناك استئجار أي فنتق آخر إذا كان هناك لا سمح الله زيادة بأعداد الإصابات أو أعداد الملامسين فالخدمات التي تقدم هي بتكاتف جميع المؤسسات إن كانت وزارة الصحة ودوائر الصحة أو المحافظات من أجل صد هجوم الفيروسي ومن أجل إن شاء الله إعلان العلاق خالي من هذا الوباء الوبيل شكرا دكتور نعم محبة المشاهدين سنتواصل معكم مع السيد الوزير وكذلك دارة صحة الرصافة بالجولة الميدانية لمعرفة حاجات المواطنين الملامسين في هذا الفندق أو في هذا الأماكن ربما هنا أحد العوائل أيضا كما تشاهدون أحبة المشاهدين ربما حديث للسيد الوزير مع أحد الأخوات العائلة سلام عليكم وفترك عزيزا قوم دكتور حسن وزير الصحة اللي سلم مهامة جديد إن شاء الله جاي يعني شعيتكم حاجات اسألوا لسيد وزيره وإن شاء الله ورح يلبيكم الطلبات والله ما عدنا شي صراحة الحمد لله إحنا زينين أي شي ما نحتاج حدا ما جيد هنانا لا الحمد لله مرتاحين بالفندق مرتاحين كل شي الريد يعني يجيبونا يا والله بخدمتكم بخدمتكم أنت ما محتاج شيء ألي ما محتاجي شيء إن شاء الله صح والله الحمد لله زين كم يوم صاركم هنا إحنا أول واحدين الصراحة آشاء الله أي أول واحد صحة وعافية أنتم موافضين واختي لا أحنا ملامسين يعني ويا زوجي ملامسين ملامسين بس ما عندنا عراض أي شيء ما عارض شاء الله صح دكتور الصورة تعكس النوع الخدمات والناس اللي يعني بصراحة يتحدثون لا حقا إحنا هذا واجبنا يعني اليوم إحنا تدري ما نتوقف كثيرا يعني إحنا أي انتقاد نتقبله برحابة صدر النقد بالعكس يقوم ويعني حددنا بعض السلبيات اللي موجودة كما تعلم واذكرنا أن هي جائحة كورونا هي مرض جديد مستجد هجم بصورة مفاجئة اليوم إحنا مطلوب من عندنا أن نوفر كل الإمكانيات للكريمة لأبناء شعبنا وإلى شبابنا وأبنانا فلذلك اليوم إحنا نتمنى من المواطن الكريم أن يكون سند إلى وزارة الصحة وطبعا حقا الإسناد الحقيقي لوزارة الصحة هو التزام المواطن بتعليمات وزارة الصحة يعني هاي العائلة الكريمة الأب مصاب في مستشفى وهم الآن محجورين في فندق يمكن لهم التزمين بالتعليمات الصحية لهم التزمين بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة أتوقع أنه كان الآن نحن مسيطرين على هذا الفيروس ثقافة الإنسان العراقي راح تكون كفيلة إن شاء الله بالتغلب على هذا الفيروس نعم أحبة المشاهدين ما زلنا متواصلون في هذه الجولة الميدانية في إحدى أماكن الحجر الصحي في دائرة صحة الرصافة طبعا للمعلومات هناك أكثر من 700 شخص هم حاليا يمكثون في فنادق خاصة للحجر الصحي من الملامسين والمشتبه بهم وكذلك الوافدين عفوا من خارج البلاد هذه الأماكن هي مخصصة للملامسين كذلك ربما لمعرفة حالتهم الصحية وكذلك حجرهم لمدة 14 يوما قبل مغادرتهم هذه الأماكن الأماكن تقدم فيها خدمات مميزة كما يقول هنا المسؤولون على خدمات هؤلاء المحجورين أيضا هناك ربما يعني عملات فحص مستمرة من خلال المسحات وكذلك عينات الدم لمعرفة مدى ربما إصابتهم أم لا بلا سيما وأنهم أغلب هؤلاء المحجورين في هذه الأماكن هم من الملامسين والوافدين من الدول الموبوءة 700 شخص ربما يعني جبهة أخرى تفتح على دائرة دوائر الصحة وكذلك وزارة الصحة بالمقابل أيضا هناك جبهة أخرى وهي جبهة الصد الأول في العزل الصحي في المستشفيات التي يمكذ فيها المصابون بجائحة كورونا ربما وصلنا إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في جولات أخرى إلى ذلك الحين في أمان الله وحفظه نحن معاً في عربيين وصلاء من البصل فيها إلى كردستان